اشتركوا في القناة ما يمكن سجلناها بس لو الناس قالت الأول نوح شامكوناش نزلناها صحيح عادي يعني وهنعمل ليه؟ لأي ما شافش الحلقة اللي فاته تاريت راح شوفها هنتكلم عن أفشات الألف نات والمراضي انت محضر لنا ألف نوح؟ آآ Зيد ماباينés في الصورةالمصغره وبدون مقدمات كتير Wolfgang خش عدورينا بقى 55 إسعاف مابدينا أنا متأكد أن ده دفيدي لأ أفجأك وأقولك أن لا لي؟ لأن أنا شفتبردو والعهد على رواية تمر نادي المغرك حالياً وهو اللي عامله أنا شفت تقريباً للـ 24 فوليو او حاجه شبه الـ 24 فوليو وكانت برضو زرقة وكانت كلب أنا أكثر حاجه شدني إن ما فيش إسم لمحمد سعد أه لا هيتحت فين؟ هو يعني مش عارف ما يتحط بينهم وخلاص يعني انت ثلاث ممثلين كل الأسماء فوق بس ده عصر مقابل اللمبي بس يتقدر الراجل برضه كان أحمد حلمي وغاد عادل وقتها انت عند غاد عادل كانت عاملة بيليا ودماغول عالية أحمد حلمي يتلع في الناظر كفرق مش عارف حاول ندوسه على الراجل يعني نشيله خاص ممكن عن فكرة يبقى دي فيدي بس هواخد نفس التصميم لان انا فاكر اللي انا بقولك عليه ده هي صورة في الأول في داخل معينها باينة وانها صوت الاسبكترم بتاع الصوت بس يعني تحساب له حاجة وفيه فنتاج جديدة بدأت تظهر ايه 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 معمول لوانجل اهه الكاميرا جايباهم من تحت او فش ايه عربية الإسعاف اللي وراهم دي عاملة نور أزرق وعمل ريم لايت عليهم الشارع اللي ورا مد إضاءة بورتقاني بوستر سينيكا السينيكا اللي يبقى فيه بورتقاني ليه عشان الكونتراس ابن عز واحد من الافلام اللي انا بحبها يعني انا شايف ان الافيش ده حلو وجاذب وعبقري فيه حاجة زي اافيش النظر تخيل برضو ان انت سنة 2001 ماشي وشوفت السينيما على وليه دين مسك سجر ونام في البن اه بس انا في حاجة بس مش بنيعها اه انا ما كناش قادرين ناخد صلو من احنا جايبين قصر كارتون تحس انا قاعد في قلب جبن من بتاع مجيري كده مهما كانش فيه ستوكس وما كانش فيه الحاجات دي وقد يكون ما كانش حاجة زي دي متعرف عليها يعني تحس انت برضو احس دي حاجة انت بتطالب حاجة متقدمة قوي في فترة متأخرة قوي بص برضو النجفة بس النجفة مش باينة وهو ديق دماغه ان النجفة تصلها ضل معاني يا بيه مبانة النجفة حركات حركات والله بجد وطع دي حركات فوتوشوب بس على الفكرة يحسب ان هو كتب باللازرق على الاصفر فيه كونتراستو بتاعه وكتب علي اول الدين على البانيو فدي حلوة وعامل حوالي يعني ناقشة مدهبة في الفريقة والكلب برضو ايوة كوميدي يعني اوقع فيش كوميدي وجاذب جدا سطر زرق زرقان فائع ودينا وحسن حسني برضو تاني على الفكرة ممكن خليك تتساؤل عن حاجتين ويعني مش تساؤلات وجودية بس ثم ليه يتفرج عليه هو بيستحمى وليه الكلب بيستحمى معاه فده يديك برضو ايه انا بقى هدخل الفيلم عشان تعرفني ليه وهي فين السجار اطول من العادي اه دي نقطة اه زي راجل ابو كوي كل مراجل الاعمال ان كل مراجل الاعمال كبر لازم سجاره يكبر عايزه بيقوله ابن عز السجار صغير هرفل هرفل فهو يعني اوفرول افيش ناجح اه يعني ادعائيا اه الله يرحم فروز اش او كان عليها حاجات اسمه احنا اصحاب المطار مافي طيارة في التصميم ولا مطار ولا طيارة ولا اي حاجة ايه دي عربيات احنا اصحاب الجراش اللي يقولك السماء السماء دي موجودة في كل الافيشات زي ما شوفتك على فكرة برضو استنى انت قعدت برضو الحلقة اللي فاتت تسأل هاي كونترست برضو ما السماء بتباين اللي عليك اه وارد بس برضو تدي حالة كده حالة روحية كده ببسطرات كوميديا في الاخر انا معرفش ليو دي حاجة هتتكرر كم هائل من النصوص وكم هائل من الصور المبعصرة كولاجيا فمش اقدر حاكمه بصراحة قد يكون ده اللي كان ماشي كله ماشي وقتها كده كله اكتب مش انت بس التنطر كله وحيد سيف حجاج عبدالعظيم خالد محموق كله 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 تتابع ولا تصنطر ولا تعمل فاروق الفشاوي بص حالة غيبابك فاروق الفشاوي اسمه في النص هلا صدق ونادب السوني عليمين كم اسماء على الشمال ومش على نفس حيزة السطرة قدر لا لا ده كان من نصوص تحسنك فيه دبراجراف يعني متقسمة تقسيم جرائد مش تقسيم اراضي اصحاب ولا بيزنس وللوهلة الاولى ده يبن لك مثلا ايه صام بني الفيديو معمول الفيلم ووحش عن يوتيوب ولكن بالنظر الى الدباجة ولوجو شركة الانتاج فواضح ان هو قفيش هو مبدان جريء للمستخدم ارضية غمقة فونت مش شائع لاستخدام شبه حاجات بركة بيتعامل وقتها اللي هو الصور اللي فيها هايلايتس عالية اه وستوريتد كده والسودات عالية والابيضات عالية وهو بس كل ما في الامر ان توزيع المساحات فيه وحش يعني لما هم واخدين بس التلت الاخير الباقي ده بتاعي وان شايف بقى عملات اه ودولارات والفنانسة من العدلة ايه اه لا لا اعتقد ان البوستر ده من انتاج او الفيلم ده من انتاج العدل جروم شو مش هيعمله اخوم كده بصراحة اللي هو شايفين ده اهو خمسين في الان شاالله حتى فيلم بر اه ده فندم ده مش عارف مستوليد على القضايا ممكن يعرضه اي حاجة ان شاالله فيلم برنو الرجل قده برنو اه انا معرفش شركة الانتاج عاملة ليه كده في الاستاذ سامي العدل يعني مثلا فيه خلاب بينهم في الاجر سامي العدل اهو اه اه ايه جي اه بس هالك استنى بقى عشان ايه كررت ان انا حنيكها وحزمها يمكن حطينه مع العملات عشان هو يعني اللي بيتكلم بالفلوس والله كل شيء وارد في الدنيا اه بس انا مش عارف ليه تعامل ده شايفين سامي العدل ورد وغامل ووبيض واسود ومش عجبك كمان وبس ات 30 في المن تقريبا ده كان مسابقة في الجرائد اللي يعرف يشوف الممثل الرابع ياخد جايزة وحايد انت متخيل ان احنا مش شايفين وهو كده ما بقى لك مطبوع اسود واضاءة بقى عارف بيزعلني اول ان مفيش ارشفة لحاجة زي ده اكيد مش ده الافيش الوحيد اللي نزل لده بس هتجيبه منهم بقى وزمان كان الافيش غير اللي في الجرائد غير اللي في البرداد اه على فكرة ده بيدر المحتوى ساعة مبادئة الافيش مكانش فيه حد لا عربيا ولا عالميا بيعمل هذا المحتوى من 9 شهور ابتدت قناة اسمها paper and light مش بيتكلم تصميم زينا بس بيجمع كل حاجة دي في دي وبلوري ومش عارف نزل في اليابان ايه ومش عارف نزل في اليابان احنا محرومين من حاجة زي ايه افريكانو من تصميم الممثل احمد اميه هو ده اه طب والله كانت صميم الفاغنان برضو بيباني طب مستنى لك كل ما تصميم بوستر فيلم افريكاني لا هو قال ان انا صميمت بوستر فيلم افريكاني لو طلقت بقى بافتي مش مش بس انا متأكد انا عارف ان هو اللي قال بس هل هو ده اللي صميمه ولا نسخة تانية مش عارف في كزا نسخة من نفس التصميم ده هو على فكرة مش وحش خط اه ام انا بقولك حاجة باميكانيات المرحلة بغلطاته ولكنه منمق مفيش حاجة تقول ايه ده انت ليه عامل كده فهو بصطف الشياكة حتى النسب مش سيئة اوي يعني بصطف الشياكة ام والتيبوغرافي حلو ده هل بقى ممكن يعمل كأنه كاليجرافي واسقتي ده مش بقينت اه فلا حلو يعني مسك نفسه والله كويس اه ايام السادات هنا اه انا معرفش ده كانت مقصودة ولا لا بس هو فيه نمط برضه في الافيشات عالميا اسمه ان يكون الافيش بيحتوي على حاجة اسمها الايكونيك ايميج صورة الناس بمجرد ما هبص عليها هتعرف ده مم الصورة دي ممكن تبقى ليه علاقة بالثقافة الدرجة ليه علاقة بترند في المرحلة او شخصية مشهورة مثلا او جملة او حاجة او عنصر فيعني مش محتاج تأول ما شفت البيب خلاص وقد يكون فيه صورة بنفس اللذي الكم لست ذاكت الحقيقي اه لا او برضه البايب مع الزالحة مع الحاجات فول او الافيش محتاج عمل كثير من كده و فكرة الخلفية سودى اه او ما فهاش حاجة دي الليه jam يسيب الفراغ ده لايه هم هم اعرف ان الفكرني بايه بسلوهات اخر جولة برضه الرجل الابد المتوسط فيلم احنا متربين عليه وعمري بعد قطل يكون الافيش ده بتاعه هنا بيظهر حاجة بالمناسبة ان انت تجيب صورة جاهزة تركب عليها ممثل ايوان كان في فيلم زبان لفروغ الفشاوي كده برضه كان واخدين افيش اجنابي مركبين عليه رزق روس والتاني الجنس فيلم الجنس لا وانت بتقولها لا الجينس لا اسم الجنس انا بس لو قفتك الاسم الفيلم يالي بتشوفه لنا ده واخدين نفس البوستر مغيرين لفستان الممثل مش مثلا واخدين البوز لا هو الافيش واخدين افيش اجنابي ومركبين رأس الممثلين عليه حرفيا فده ايه علاقته بالفيلم ولا ايه مقصة بس ثلاثية الروس ده مرسومة قوي كان بتكرر قوي شكل ثلاثية الرؤوس الهرمية ده كانت متكررة في المرسومة انا برضه بسأل انا هركب صورة احمد قادم فجبت راجل قاعد على كرسي وعمل رجله كده يعني ايه ما معنى الكلام ما برضه ما يمكن وقتها نزل الافيش غير ده كده اللي موجود دلوقت ساحر حركات استوديوهات فينيسيا ده حركات استوديوهات فينيسيا هو غالبا الفيلم او اللي عمل الافيش مالوش علاقة بالفيلم خالص يعني انا انا حاسز ان الافيش هو ترجمة حرفية للإسم مغض النظر عن الشخصيات ايه وبتعمل ايه وليه ويعني اهو بيعمل العيب معه سلطانية تحت ومطلع منها ثلاث ممثلين وده من اقتر الافيشات الغير مناسبة للفيلم تصراح وحمر على ازرق على سلوى خطاب قد كده عالترابيزة اللي وراها محمود عبدالعزيز قد كده ومسك السلطانية فسلوى خطاب حرفيان قد السلطانية مرتين مقاررة بيه فما معنى ده برده بس يحساب له ان الصور حيقول ولو كان مرسوم كان بقى افضل فكرة بفكرة بصراحة فكرة مضحكة عبيضة يعني هتعمل دل للظهر مش دل باتجاه هو دل العموما كأنه ستكر ما كانش فيه بقى الوعي ده الجلوبال والكاست والمشعارف ايه السلم والتعبان انا بس عايز اقول حاجة الفنت اللي مكتوب بالاسامي ده هيدرب الدنيا ده هيفضل متكرر سنين واليه بتاعته انا مش فاكر بصراحة قصة السلم والتعبان مش فاكرها هل كان احمد حلمي اللي هو سيردويل عزول لا 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 كان صاحبه عادي بس ده ده اللي وصل لك من حكاية انه هو حاطتهم في اطار وهو في اطار لوحده وكلهم بيتحكوا او مش كلهم يعني واضح فيه فرحة بس خلفية صودة وكتابه حمرة فده حاجة مقبضة سلمان في حاجة في الخلفية بس احنا مش اعتقد تعبان وظهر الكتابة وقد ايه هي متكوكة عصار مدايقاني قوي بس يمكن يمكن الفكرة بس اللي هو ايه حاطت دول مع بعض وهو الواحد بس ويتحكوا على خلفية سودة وكتابه حمرة شكلها ديستربيج وكلمة التعبان شغلية خوف بالله احمر على اسود خلي بالك اللبيس اه انا فاكر فيلم اللبيس ده ومش فاكر ليه كان فيه فترة كده افلامة حتصالح بتتعرت كتير قوي انا بحفظ من اللبيس فيلم من افلام الهط وانا بقى اغلب افلام اللي بحبها افلام الهط صراحة ومعرفش بحبها حبها يا اخي اصيلة وبتحتوي الانسان انا فاكر انه انا بمنتج الحلقة بتاعت المقاسات عدى قدامي افيش شبه ده جدا شبهوا جدا 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 فكرة ان فيه بوستر متعلق على الحيطة وحد طالع منه ثم هنا وعرفش ليه عمليه للطوبة نفسجي ما ده اختيار غريب برضو على كتابة حمرة هو عرفتنا المشهد كوميدي يعني مجد فاكر اميرا فاتحي ديو اللي كانت طالعة في النجمة تقريبا او حالي ايوه نجمة شريف مونير مش بيحبها بس عايز ارتبط بها لان ارتبطه بنجمة زي دي هيعلم نجوميته بس اللبيس بتاعه صاحبه متحد صالح هو اللي بيحبها الحب الصادق الحقيقي فالاتنين دول يوم ينتقوا هيعملوا ايه لا هم عاملوا ايه انا اللي عارفة فكرت عشكاس قالتك اللي هو ايه انا متخيل المشهد اك انهم مشين في شارع ولقفيش ده متعلق فالاق او في حاجة برده معنى فكلا مش عاملين كده كده انت اوحيت لي بحاجة برده ان في اول الفيلم اللي اتنين دول كانوا فقرة الاتنين كانوا فقرة وشغالين في قهوة والفنام بتاع اللي هو الشكرة في العمارة كان بيقفل شريف مونير فهل مثلا الفيلم ده قصده هم لسه مش مشاهير فبيبصوا على النجمة دي فيبقى لي مثلا ان في افيش تكميلي بقى بيكمل لا لا وغاليا ما فيش افيش تكميلي عادي بس هو ده فكرته كده انا متخيلها كده اميرة فتحي وهل برضه هل ده استثمر لي صنايتهم فحزمني ايه لا كل حاجة فقال الاتنين دول استثمر لي اغنيت وانا وياها بعيش ايوة صح كميت حط صالح فيها كان رفايا عروف انا ما شفتوش بالفورما دي قبل كده طبعا اميرة فتحي في كل الاعمال الهطة يعني هتلاقيها موجودة بدر ادخلوها امينين في الاعمال اللي تستحق لاسكار بدر ادخلوها امينين وكل مرة بشوف الافيش ده بشكله ده بتكوينه ده وبقرأ الاسم ادخلوها امينين باعه ده سأل سؤال هي مين مين اللي ادخلها يعني عايز اخد بالك من حاجة واخد بالك لها دايرة النشان بيت ده مستهدافة كان فيه فيلم لان نونو الشريف بس بشيء تذكر الاسم فيه الدايرة دي والدايرة دي اتهرست عالميا رسم و ديجيتال وكل حاجة لما يكون فيه اكشن يبقى فيه حد ماسك الشوت كده بالمثدس وفيه وراه وطيارة ونزلة من الطيار طب على فكرة ده فيه ناراتيب انا مساعدك شوية يعني هو باقير لك ان هو ههلللت الطيار على العرق وهي متحمية فيه وبالمناسبة يعني سوق دمج المشاهد معبر عن الفيلم ان فيلم احسوا العالم مكتبه اصلا عودة بعد انقطاع الكهرباء عودة بعد انقطاع الكهرباء ولا عودة انقطاع الكهرباء اه انا بلاحظين احنا كلنا بنقترب بالمنتصف في سبتمبر بيدونا كده اشارات نص ساعة بالليل نص ساعة الساعة 8 الصبح ونسجل كده تبديدي كلام بالراحة برضه بطل من الجنوب واول حاجة شدت او الصراحة تاني حاجة فيه حاجتين شدوا انتباه في البستردان ان فيه ست اكيد فنانة محترمة يعني طلع بجنب وشها عاملة كده وبتسرخ شكلها غريب اول الملامحة مش واضحة اصلا يعني احنا مش عارفينها هي من لبنان غالبا او من احد الدول العربية بس هي يعني انا كنت امفكرها لوسي في الاول لان الملامحة كنت امفكرها صورة تانية لان اجلق فتح وارد برضه وعدم ببص على عنوان بطل من الجنوب بنقصين عزيز عيني حسيت مثلا ايه ان ده افيش مصممه ام لبنها ايه بطل من الجنوب ده عزيز عيني ده بنقصين يا اما التراشل يكون بتكلم عن مأساة يعني انا مش احفناش الفيلم بس هو فعلا احنا يبدو ان احنا مش فاهمين التاج لاي احنا بنحاسبه تكمله للإسم الشخص اللي تحت على الشمال خالص ده تقريبا اما شريف مذكور او مروان حامد ما عرفش حاجة كده هاجين بينهم تاري ايه عم نطلع فيلم بقى بيناش خضايا زي ناجيل علي ونطلع احنا ناس سطحية وعلى ايه يقولك بقى ده الجيل ومش مجيل معالش جيل ومجيل جاء انا البيان التالي انا برضو عندي شك النداد فيديو والله وانا كمان بس الحاجة الوحيدة اللي لقيتها له تاني باين او ان هي اعلان في صفحتين مجلة وكان فكرته حلوة من المناسبة تحس محمد نيدي طالع من كده فده الوحيد اللي لقيته مسمقة فيه مهرأي هي الجودة وحشة قوي فممكن هل اللوجو اللي على المايك هل بيقول حاجة ولا ده لوجو شركة الانتاج ولا ايه بس الجودة ممكن كتبين الحقيقة للاخبار وعالجنب ده لوجو الحقيقة اللي اخبارت عليه والفنان محمد يوسف قاعد على العمارة ومسي خرطوم الاكسوجين اللي طالع في الفيلم وينفخ به وانهالعنبر عملاقة طالع جنبه والمشهد اللي هو هتنغنغنغها دي وقلبها درماغة وكانش مهم او بقى بحي بس انت عملت الكلم انا يكمل لقونه والفنت غريب حسنا شفته قبل كده اه لا ده هيتكرر كتير الفنت ده انا قمت جبت كتاب انا كنت شاكك انا شفت قفيش تاني اللي جاءنا الباني التالي جبت كتاب استنى بس انت عندك مصدر متأكد منه كل ده اه وصيبنا نحب ده مجيبتوش ما كنت حط فوق التلائب فوق التلائب ايه يعني لا بس يعني انا وثق في كلامنا يعني انه ان شاء الله كويس يعني اه اكشف لنا على البوستر ده في المعجم يا اخو هو اه هو ده غالبا القفيش تلع قفيش مش دي في دي في دي اهو اه اه ماشي وكان في النسخة اللي انت حطيتها في المجالة دي كانت فكرتها جميلة جدا مدي هلو والله عبقرية جحيم تحت الماء البوستر ده جميل ماش مانع اه مش منطقي في بعض الحاجات بس جميل جحيم تحت الماء واخد كروس سكشن في المية وبيوريك اللي بيعملو تحت والشخصيات فوق تكوين الرجل اللي عامل ده فاهم وبيعمل ايه اوكي فاهمت اوه لان تكوين الكروس سكشن في المية ده كنت هقولي احنا بنشوفه في الفيل اللي ازرق بعد كده بس اوه في جوز الرجل ده فاهم وبيعمل الفيلم مالوش ايه ما انا عارف ولا القفيش كعارف ده وده مرسوم برضه كان بقى احنا ايه نعم بتلاقي الشرير مع الطيب اللي اتنين فوق والبطل سايب بيته بتتخطف وراه وبصص قدامني شيء ولكن الفكرة والبطل هو قفى لابسة اللبس بتاع الغطس في جوز غريب ده قفيش كويس فيه تعليقات بس هو قفيش كويس ده شغل صيب بقى اه ده شغل صيب عبد المنى طيب انا يعني مش بقلل من الفيش ولكن انت مش بهرك جودة الصور او جودة نصر ايه ايه الكواليتي عالية جدا الصور والريتاتش انت بتكلم في 2001 بص انت متخيل يعني هو ده محتفظ بسمات من سمات الافيشات الكوميدي الفيش ايه ايه لا مش الفيش ايه الروس الكبيرة الكاريكاتير الكاريكاتير دايه من الراس بتبقى كبيرة وجسم صغير والفكرة الفكرة كويسة الافيه حلوة الافيش على ختم النصر طيب متخيل فكرة حلوة عكت منهم بس في راس اه ماشي مفهوم ليه بس حلوة يعني رجعت للكتاب وليت افشين تانين بصراحة ده احسنهم فكرة اللي هو مربوطين في القلب معرفش يعني ايه مثلا عشان في اخر الفيلم قلبه على بعض يعني حسن حسن الناس ايه لو قلبي مكسور وهو لسه بيحاول يتربط فده برضه فكرة بس ده اقوى بالنسبالي انت معاك دلوقتي راندفو هو طبعا فيه هنا تشكيلات ليه سوى نفس الفكرة انا مستغرب قوي وضعهم مستغربه قوي بص على وش فاتح عبدالوهاد شكله ومركز اتجاه عينه برضه وبين ان ده كان فوتو سيشل وبين على خالد ابو الناجة ايه ده بيكبه مية ولا غريب قوي بس هنا بقى بص التايبوجرافي بقى الكاليجرافي الره بتاع تراندفو شفايف مسحوبة كده الفكرة من كتر مكررات تم بتزلق انه برضه وراء حطين شفة وما اصدوهم بوسة بس هنا شفة وما حطوا شفة مش بوسة وطبعا بقى فكرة ده برضه احيانا كان بيبقى في القفشات اسمه الباد جيرل اللي بقى اللي مش هميمها ومسكت جاكت كده وبصة نظرة ممثلة باد فعلا رحلة حبه انا لازلت مش فهم ليه لقى فيش ده اسود مش عارف يعني هو يديك احساس ان هو فيلم صعب ودرامي التكوين ده بيفكرني بعمرة يعقوبيان بيفكرني بالفرح بساعة ومسكت هو ممكن يكون متأسر هو معادي صراحة بس مسح الصور رف قوي بصورة مش مبررة حتى لو انت سنة سبعين يعني ما فيه ايه يحسسك ان فيه فيه ازمة ليه علاقة بالقطر القطر ده دس على حد يعني غير ملاقي مع الاطلاق يعني رشة جريئة رشة جريئة واحد من الافلام اللي بحبها بس هي مظلومة يعني ما كانش احلى حاجة اوه انا بحبه مع انه نهايته محزنة بالنسبالي او الارك بتاع النهاية والله فيه الاتنين ممثلين ظهرين بنص وشهم لسبب ما عشان فيه جانب سيء من كل حاجة ما عارفش اوه ده غالبا بيبقى المقصود من التكوين اللي نص وشه مش بالضرورة ده كان قصدهن بس ده الوش اللي بتحك والتاني زعلان انا كنت هحط واحد من واحد شمال وخلاص ما انت تقليدي ما انت مش فنان ملايكش في تحليل الافلام مشهد ليهم وما تحت هربانين مين اللي كان بيغني الاغنية مش حسن لاصمر انا متأكد انه مش حسن لاصمر لا انا اصلا انا حطيتها قبل كده في فيديو وتعمل الكوبرات من حسن لاصمر من عالم الاخر او الله اه من حرمه الزمن من عطفة احبابه محزنة اوي من عمره وشبابه وكوشكي اللي كانوا مستخببين فيه ده اوه بحب جواني بص بقى ولو فيه بقى حد يقرخ بس مفيش مهتم هل يكون ده اول افيش مصري على الاقل حديثا يكتب ضيوف الشرف انت شايف ضيوف الشرف هالة فاخر وسامي العدل وعندنا اغنية لو انت مش عارف وكاتبين المطرب شعبان عبد الرحيل لا ده انا وزيدك مش شعري بيد فيه نسخة في الكتاب فيها شعبان عبد الرحيل موقف عامل كده ده حطين محمد هندي واحمد الساق وهاني رمزي في النسخة دي ده دي فيدي ده دي فيدي اه ماشي فدي كلها عناصر جذب عشان تشتري الدي فيدي وانت بترمي كل كروتك لو واحد عدى مثلا روح سلم على زميله في البلاتوه هيقطوه على الدي فيدي بص حركة ان يطلع على المطرب اللي يكون غنى اغنية في الفيلم يطلع على الافيش دي اتكررت قبل كده في بنات وسط البن ريكو طلع مشهد في نسخة تانية برضو دي غالبا دي فيدي وهم عاملين شارلي شاملين دي برضو غالبا ديفدي اه وعشة جد من الافلام برضو اللي بحبها وليها سوفت سموت كده معرفش لما بشوفه بكسب ايام الخير اه 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 ايام الخير على الاقل في حياتي البتاع ده عامل زي فوت الحمام عامل زي البوكيه طبق اللي بقى في السوبر ماكت اسمه فايتها لانجو اه 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 وكتابها ميلة وكتابها عيد لو احمر وسود وبيض وممثلين فوق وممثلين تحت هيلمان ليلة دايرة في الافيش مولت مولت فعلا وسامة برضو في الخلفين بس يحساب له اينا بقى ايه عامل تكوين تحت في ابراهيم نصر وعيدة رياض على متسكل وفي ناس بتجري وراهم ففي تكوين تحت بس انا ومباني سكايسكريفرز في قائرة جديدة بس انا حاجة يعني غريب قوي وكم من الكتابة هائلة اه اكنا دعوت فرح سكوت هنصور ده الافيش من ماول الساعداء عملت فيه زهور اه ودي لما كانت حلوى مش اواغر اس شكل هل دي النسخة النهائية سيدة والله نرجع لك استكشفلنا كده هو في Jeśli 24 فليو لكن هو انا شاهد هن Reynolds هيت صورة اه 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 في نفس التوتش كده هو غالبا عشان الصور دي صور فوتغرافية الطبعة تتاخد تعمل لها سكاة ممكن بص مناخير احمد بدير واحمد هو فيه شكله غريب جدا شكله شاز وهي سكوت هنصور بالفروض هنصور بس داليوس في شين انا اعكيد الموضوع لي معنا اه دي مثلا كان هو بحكم بالتاوم اه كده مثلا سكوت العموم الفيلم ده ما بحبوهش ولا انا تعرف تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي يعني انا لو يا بنت الناس لو بعرف اتكلم بلدي وشم الورد البلد اللي هي امكانيات عند اي انسان دايما يزني فيه مش بايمة اكيد المصر اه دي كيميتية دي المواطن المصر يعني الوحيد اللي بيعرف يتكلم بلغة بلد و يشم الوحيد يا عم عادي بتحنيكاش صعيدي رايح جاي برضه من الافلام اللي بحبها الى حد ما وتحسوا مضلم كده والكولت بتاعت وحشة جدا اه الافل اللي احنا بنستخدمه بتحججة عبدالعظيم اه فيه هنا واسخة الحكة دي فيه تكالت سجوء في القطر تكالت قطر في السجوء الممثلة نادين دي اللي هي تقريبا عملت الفيلم ده مشوف ناج تقريبا موزيعة اصلا اه لو انا فكر صح انا بقى نفسي بس امنطق سيبك من امكانيات والتنفيذ والكلام انا نفسي امنطق الفكرة دي مرايا وهو باصل صحيح المرايا دي بتعكس المشاهد وهنا بقى هنا كويس اللي وقف بره المرايا الصعيدي فالمشهد اللي وراه مايش هده الكفر والكفر الكرتوني سهو الوقت في المرايا مش السعيدة وانت بتستضيف مين وليه حجمك كده وايه ده هي حركات افيش حركات ايه ده انت بتجيب حاجات غريبة وما تقول انت شفت الفيلم ده شفت الفيلم ده ده انت بتعمل كوارث اول حاجة انا ما كنتش قاريت اسمائي للممثلين وعمان اقول مين اللي تحت ده ده صلاح عبدالله مين ده مين ابو دوجلس ونظرة مين ابو ثلاث حواجب ده فطلعت ابو ثلاثت متحط صالح متحط صالح لأ ده انا لازم اشوفه بقى ودخلت ويريتني مدخلت والفيلم ده بيتباع على اساس انه ايه الفيلم الممنوع من العرض ممنوع ليه انا ما بشوفش بان فيه حاجة ممنوع ليه انا معرفش ممنوع ليه ايوه تطرق كلاميا لموضوعات مثلا قد تكونش ايكا بس عالعاد يعني احنا عملنا اوسخ منه بكتير يعني فانا يعني اللي شاف الفيلم ده يقول لي ايه او ما معنى الفيلم او ايه 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 يعني احنا كادمين مشهد ايه يعني احنا دلوقتي هنصور مشهد ايه والترتيب ده ازاي وايه كمية التطويل دي وانت عايز تقول ايه انا اللي طلعت بمساق وانت يكنش بتتكلم عن تسليح المرأة يكنش فنان صلاح عبدالله غريب الفنان متحط صالح غريب ما هو القفيش غريب اللي قفيش عباره عن صورة للفنان الوثي حتى بخلفية الستوديو اه اه فعلا انت صورة استوديوية هي كانت خلفية زرقة بس هم مسحينها كده اللي بين اقوى في الطرق اه الاغاني غريبة يعني متحط صالح بيغني اغنيها في الاول غريبة اقوى انا بس مش فكرة لكلماتك انا يعني انتو ايه البيت اللي بتهدي تحت لا هو فيه بيت بيقع في الفيلم مواطن ومخبر وحرامي هو شكله ديفيدي وشكله الصورة مصغرة اكشف لنا عليه معلش لا لا هو ده هو ده هو ده وفيه نسخة منه بالعرض بس عاملين فليب اقوى عمليين صبر انا اشوفت الفيلم وهو طبعا فيلم جاذب جدا للمحنيك خدا اخراج داود عبدالسيد فا اكيد يعني انا برضو مش عارف ايه قولتلي اللا بيض والهاي كونتراس مش يمكن البوس ده كان مشهور في حاجة وقتها بس هم تلاتة لبسين لبس مصايف ناس كبيرة ووقفين عاملين كده كان فيه البان او حاجة بتاعه زمان كده في حاجات فيكتور مسكين بعض عاملين كده طب ده بيقول ايه؟ طب ما يمكن بحاول افكر يعني هو بيقولك مواطن ومغبر وحرامي صعب التلاتة يتجمعوا مع بعض لا ده هم متجمعين في حالة من الانسجام يعني فيش هيئ ما جمعك وهند صبر وهند صبر يليها علاقة بالتلاتة في الفيلم بس بيديني سنس كوميدي وهو مش كوميدي خالص جايز فيه فكرة مش واصلة حرامية في كيشي تو ولا اعتقد ان هو الوحيد هو انا حصل لغط حرامية في كيشي توف سنة 2001 اصلا مش عارم بس بقريبا اهه هنا بقى تاريخ الاصدار و تاريخ العرض و تاريخ الانتاج حرامية فلابسين لبس حرامية في كيشي توفة معهم طفلة ولبس حرامية يعني مش اللي هو التصور الكوميدي بتاع الحرامية اللي هما يلبيسهم خطط وانو اخذ بالك ان اللابسها حنان تورك عاملها يا شبه الودان للقطة اخذت باللي من حاجة تانية ان كل واحد فيه ممسك رقم والبت مسكة 247 ونص اه مجد كده اه تعدين اه 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 انت بتعيد و ايه اللي احمر ده؟ لابسة فيونكفة يعني في كوميديا اعطاكت فيها فيش تاني ايه انا فاكرة ده غالبا ديفيدي اه ده غالبا ديفيدي اه اه ده غالبا ديفيدي بس والله فاكرته لحد ماك ويسك انا بس فيه حاجة مش فاهمة حنان تورك مدلدنا لنفسها مش شبك ومسكة بحبال شبك ماشي يعني ومالي يبقى في الشبكين والحبال مرسومة بالرسام وستنى فيه حاجة مكتوبة على اربعين شارع شبرة على التشيرت الحبال عارف ده فرشة بالرسام ومعمولة اه اللي هو انا متأكد واحد بس عالتصميم كده في الاخر ومستعجلين عشان يتبعه اولا الشبك ده اعمل لي حبال كده ارسمها لي جاب ام واحد ده اتنخده على الرسام اعمل كده كده بالموز ما مكنش فيه قلب كده عملت البتاع دي كده تقريبا تحضيرك لألفين وواحد اللي هو ده القفشوط التجاه مليئة بالعجيب بصراحة انا ملاقيتش جايزة اتخدت في السنة دي يعني فيه حاجة غريبة ان جايزة اتخدت سنة الفين وواحد لفيلم سنة الفين لا ممكن يبقى الجوايز بتتوزع بعدها يعني مش في ساعتها وهو من مهرجان جمعية الفيلم السنوي السابع والعشرون راحت لفيلم ليه خليتني احبك او لو قافيش فيلم ليه خليتني احبك وانا بصراحة مش عارف ليه يعني فيه حاجة تانية حلوة برضو مش عارف ليه الافيش ولا مش عارف ليه خليتني احبك نفس الى الحلقة الفتر تعال نبص عالميا سريعا وفقا لموقع اين بي اووردز افضل افيش في العموم كان هذا الافيش لفيلم فالنتين وقد لا يبدو ان فيلم فالنتين ده فيلم فارق يعني بس بص الفكرة هو اي واحد بيحب ففيه رمز الوردة تمام الماسك ده اللي هو الروميو ماسك حاجة برضو ايكونيك بس بص مكتوب عليها ايه she loves me not لكنه ايه عمال يقطع في الورقة ففيه الاوراق الورقة والوش بتاع رمز انا فاهم ان في 2001 اختيارهم وبعنين شكله حلو اختيار ده افضل افيش وفقا لنفس الموقع افضل افيش او احنا شايفينه تشويقي بيرل هاربورد برضو انا شايف بص صورة ده الفيلم الفيلم كله في صورة و كالاتراب و الانطراب الانست والغسيل متناصر. اه لو اجبت التجلين تكتب لك تاريخ الموقع تكتب لك يكتب لك تاريخ الموقع تباكي الامريكان افضل اكثر رعباً جداً أعتقد ان الناس اللي عندها تريفوبيا اللي هي بتاعي يخافه من الاخرام هي شابه الاخرام او اشبه ان الوش محبه هو فيلم يعني اكتر افيش مرعب او مضحك اه تقريبا احنا احنا الفكرة دي في اسمه اي ده بتاع مايا ياز الدين تقريبا اه لا بتاع اه كمي اسمه ايه حبيبينا اي ما يا ساكر هي فكرة الخالي بيعكس حاجة دي انا فاكر ما ايش شفتها كتير اه هي مستحلكة بس انا راجل ان كانت اول مرة هنا مثلا فشل كده كسب هو كسب هذا الفاز بتلك الجائزة افضل تاج لاين يعني يبدو ان هي صورة عائلة ويبدو انا مشفتش الفيلم ومعرفش قصته وفقا للرياكشنات اللي احنا شايفينه انهم يعني علاقاته مش مفضل شيء التاجلايم بيقولك ايه Family isn't a word It's a sentence لا العقلة مش كده جملة فعشان او كسب الجايزة يمكن بيقول شيء Funny تاجلايم اه اجرأ بوستر ده لأوشان 11 ده بس جورج كلوني مات ديمين معرفش برات بيت جوليا روبرتس مفيش اي وشوش جريء فعلا أوشان 11 والضل الرصاصي ده حاجة برضه غريبة قد يكون سوى فكرة هم اللي سود والضل هو اللابيان فده اخد جائزة اكثر الافيشات جرقطا اخيرا اسوأ ليه بقى ده كان الافيش ده لفيلم بيرل هاربور ليه؟ لانه هو قرر ان انا اعمل افيش بروباجندا بتاع وقتها فبنى ان الموضوع اسخف بكتير من الفيلم يعني عارف لما يكون الافيش شكله سخيف وتشيزي والفيلم بنتكلم عن حاجة بكده فده عشان كده تم اختياره اسوأ افيش كده بتخلص سنة دي كده سنة 2001 مع الاخذ في الاعتبار وجود سماحية في التواريخ شوية وطبعا الاسطنبا بتاعت كل مرة ان لو عجبك الكلام ممكن تعمل لايك ولو حاسس ان انت تحب تسمعنا وتشوفنا تاني تعمل سبسكراب على اليوتيوب ويسي فرصة على الفيسبوك ولو انت من محبين يريد انستجرام تعملين افولو على الانستجرام وبس كده شكرا جزيلا اشتركوا في القناة